مساء الخير، أسبوع حافن بملفات سياسية القضائية ينتهي بعتب ميقاتي من بيان المطارنة الموارنة الذي عارض إقرار مراسيم حكومية من دون توقيع كل الوزراء فحملت زيارة وزير السياحة المقرب من ميقاتي إلى بكيركي تساؤلات وتوضيحات حول ووقف البطريرك مربشارة بطرس الراعي الذي ترأس اجتماع المطارنة سيما وأن ميقاتي كان قد زار الراعي في الأشهر الماضية مرات عدة في الديمان وفي بكيركي وفي المرات السابقة ناقش رئيس الحكومة مع البطريرك تداعيات الفراغ الرئاسي على الحكومة وضرورة اجتماعها للمصلحة العامة والموضوع المثاقي، ما كل مرة نحتاج بالمثاقية كان فيه تمثيل كامل لكل الطوائف في مجلس الوزراء أما الموضوع السياسي، فعم يأخذ الموضوع أخذ وعطى ولكن هنبقى نحن مصررين على متابعة الأمر المواطن وعلى السهر عليه، وعلى كمان لفت نظري صاحب الغبطة أنه يمكن الأفضل كان تشاور مع الوزراء جميعا قبل أن يقاد مجلس الوزراء فمتفقين على جلسة تشاور تكون مع الوزراء القريب لحتى نتفق على الخطوات لنقوم فيها بالمرحلة القادمة هذا الكلام لميقاتي قاله من بكيركي في الثاني عشر من كانون الأول الماضي بعد لقائه البطيك الراعي مناقشا معه العمل الحكومي وعليه تقول أوصات حكومية معنية أنه من المرتقب أن يشهد خط السراء بكيركي اتصالات في المقبل من الأيام لمعالجة موقف بكيركي المستجد وهي التي عبرت عن تفهمها للتوضيحات التي نقلها الوزير وليد نصار في هذه الأثناء لا كلام بعد عن جلسة حكومية بانتظار جلسة الاثنين اللجنة الوزرية المكلفة مناقشة الكهرباء رئاسيا يبدو أن رئيس التيار الوطني الحرج براميسيل سيستعيد حركته الرئاسية الأسبوع المقبل في اتصالات ولقاءات سيعقدها وبانتظار حصول أي خرق رئاسي لا يزال الحديث عن اجتماع ربعي في باريس يروح مكانه غير أن المؤكد بحسب المصادر الدبلومانسية المتابعة أن الاجتماع إن حصل سيكون اجتماع مستشارين وليس اجتماعا وزريا على أن يضم هذا الاجتماع نزار العلولة والسفير السعودي وليد البخاري عن الجانب السعودي ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوليل عن الجانب الفرنسي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية بربا راليف عن الجانب الأمريكي بالإضافة إلى ممثل عن الجانب القطري إلا أن اللافت أن المكلف بالتواصل بلغة العربية في الخارجية الفرنسية باتريس باولي قال أن لا اجتماع مؤكد حول لبنان هناك حديث عن اجتماع قد يعقد في باريس فرنسي أمريكي قطري سعودي حول لبنان هل تؤكدون هذا الأمر؟ هل تنفون؟ اليوم لا يمكنني أن أؤكد هذا الاجتماع بس أنا أقول أن فرنسا في تنسيق دائم مستمر مع كل شركائها في إجماع في مجلس الأمن في المجتمع الدولي حول لبنان هذا شيء مهم جدا قاعدة مهمة حتى نتقدم فتنسيق مستمر لكن لن أؤكد لكن لا تؤكد هل تنفي أن هناك اجتماع مقرر؟ لا لا يسألي معرفة اجتماع التي سيتمنا قادة في المستوى القريب نحن في تنسيق نحن نفكر في الأمور لكن لا أؤكد ذلك بالانتظار تقول مصادر ديبلوماسية للجديد أن عنوين البيان الرئاسي الأمريكي الفرنسي السعودي الصادر في نيويورك في أيلول الماضي بشأن لبنان لا يزال الصقف الذي تلتزم به هذه الدول تجاه لبنان